نظراً لعمل الزوجين في وظيفتهما وبعد وفاة والدة الزوج والتي كانت تساعد في أعمال البيت حتى تعود الزوجة قرر الزوج استقدام خادمة لتهتم بأعمال البيت وبابنتهم التي تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً وابنهم الذي يبلغ من العمر أربع سنوات وبعد فترة علمت الزوجة أن زوجها يتردد على المنزل أثناء عملها كما لاحظت اهتمام الخادمة بنفسها طوال اليوم وعندما كانت الزوجة تعامل الخادمة بغلظة كان الزوج يدافع عنها ويردد مادام أنها تقوم بواجبها على ما يرام فتركيها وشأنها حتى لا تخسريها دخل الشك قلب الزوجة وفي أحد الأيام عادت للمنزل حوالي الساعة العاشرة صباحاً وتفاجأت حين رأت الخادمة تتناول الشاي مع زوجها ويتبادلان الضحكات في انسجام تام فحدث شجار كبير بينها وبين زوجها كاد أن يؤدي للطلاق فقررت الزوجة طرد هذه الخادمة إلا أنها فوجئت بابنتها تبكي وتتوسل إليها بأن تبقيها في البيت لاحتياج البيت لها فوافقت الزوجة بعد أن أنذرت الخادمة بأنها ستطردها إن بدر منها ما يسيء كان قرار الزوجة بإبقاء الخادمة ليس بسبب طلب ابنتها وإلحاحها ولكن لكي تعرف لماذا تتوسل ابنتها لها بهذا الشكل كي تظل الخادمة في البيت لذلك بدأت تتابع تصرفات ابنتها والخادمة فلاحظت أن ابنتها دائما شاردة الذهن وتكثر من الجلوس مع الخادمة في المطبخ أو في غرفتها وتتحدث معها طويلا مما جعلها تشك في الموضوع وبمراقبتها اتضح أن الخادمة تريد أن تدفع بابنتها إلى الرذيلة حيث إنها سهلت تعرفها مع ابن الجيران وتحولت إلى ساع بريد الغرام حتى أن الشر دفعها إلى تحديد موعد مع هذا الشاب للقاء ابنتها في غيابها وقد تداركت الأم الموضوع في الوقت المناسب وأفهمت ابنتها مدى فداحة ما كانت سوف ترتكبه وتتمادى فيه وأن هذه المفاهيم الخاطئة التي غرستها فيها الخادمة بعيدة عن ديننا الإسلامي وعادات مجتمعنا إلا أن أكثر ما أحزن الأم وأثر في نفسها أنها شعرت بالذنب نحو ابنتها لأنها ابتعدت عنها وسمحت للخادمة بأن تسيطر على تفكيرها ولكن الشيء الذي أسعدها هو قيام زوجها بطرد الخادمة وترحيلها إلى بلدها بعد أن علم بحكايتها مع ابنته وقرر عدم استقدام خادمة بعد كوارث هذه الخادمة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون tirar من مجمения شكرا للمشاهدة وما نحط قال的话 ولم يكن لحز وجود ولم يكن لحز وجود Länder ولم يكن لحز وجود